السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في هذا الفيديو هذا الفيديو سوف نتحدث عن أحد اللاعب مغربي اللاعب للعب في جوج الفورق خريج المدرسة الولندية وهو اختصر المنتخب المغربي لكي يلعب معه كان غاضب على المدرب السابق لاعب لكي يلعب ثلاثة ديال المراكز الجنح الايمن الجنح الايصر وسط ميدان لاعب لكي يلعب لكي يلعب لاعب لكي يلعب في جوج فورق ملاقة في أوروبا ايكس امستردام باير مينيخ الارماني هذا اللاعب لكي يلعب في جوج الفورق هو واحد اللاعب كبير مزروي موليد 1997 فقط 25 سنة واحد اللاعب جميل ويشارك في كأس العالم الأول مرة في 2018 لم يكن يشارك ويكون كأس العالم 2022 أول مرة يشارك في المونديال هو لاعب جيد منتز كان غاضب على المدرب البوصنية للاسف لم يكن يشارك لكي يشارك الآن كان يشارك في آخر يونيو ولكن لم يكن يشارك في يونيو ففي يونيو اللي فت جاء والد الرقراقي الآن نادى عليه قطعة من القطعة الأساسية في كأس العالم 2022 في قطر لاعب جيد منتز لاعب لي فيما عملت في هذه المراكز الثالث كما تحدثنا في الجهة اليومية ولا في الجهة اليوسرى ولا في وسط الميدان يتحرك كثير لاعب جيد هائل كبيرة كبيرة للأسف لم يكن موفق في البايرمونيخ كان يشارك في البارشا لنا لأن البارشا كان يشارك أساسي ولكن الآن في وجود اللاعب لا يشارك أساسي بأغلبية الأحيان ولكن بعد الأحيان كان يشارك أساسي الآن كان يشارك أساسي في البايرمونيخ والاختيار آخر كان يشارك أساسي في أي فرقة في العالم كان يشارك أساسي لأن ناصر مزراوي كان تحصل على ثالث أيمن في العالم بعد أرنولد وحاكمي كان يحصل على ناصر مزراوي كان ناصر مزراوي كان يشارك أساسي لعب جيد هائل كان يشارك أساسي كان يشارك أساسي كان يشارك أساسي لكن لأنه يشارك أساسي موفق في الحتياط وإن شاء الله يجب أن يشارك أساسي في كأس العالم المدرب لبايرم لا يشارك أساسي لأنه يشارك أساسي لا يشارك أساسي لا يمكن أن يشارك أساسي اذا ناصر المزراوي كان للمكانه الاساسي انه يكون اساسي في باير ميونيخ اذا كان فقط واحد بورتري على ناصر المزراوي للعفجوش فوروق ايكس امستردام باير ميونيخ 25 سنة باقي الوصف